بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سبق أن المرأة إذا أرضعت طفلاً صار ولداً لها من الرضاع بقوله تعالى وَأُمَّعَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ أَسَمَّاهُنَّ أُمَّهَاتِ ويكون أولاد هذه المرأة إخوةً لهذا المرتضع أولاد هذه المرأة جميعهم إخوةً لهذا المرتضع سواءً من رضع معهم أو من كان قبلهم من أولادها أو من جاء بعدهم وسواء كانوا من زوج واحد أو من عدة أزواج كل أولادها يكونون إخوةً لهذا المرتضع لقوله تعالى وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةَ لأن بعض الناس يتوهم أنه لا يكون أخاً للمرتضع إلا من رضع معه أما الذين قبله أو بعده لا يكونون إخوةً له هذا خطأ وكذلك بعض الناس يتوهم أنه لا يكون إخوةً للمرتضع إلا أولاد الزوج الذي الذي رضع من لبنه وهذا خطأ بل كل أولادها من جميع الأزواج يكونون إخوةً لهذا المرتضع لأن أمهم واحدة واحدة تثبت الحرمة بالنسبة للمرضعة فإنها تثبت أيضاً لمن له اللبن وهو الزوج الذي وطئها فدر اللبن بسبب وطئه أو حملت منه ودر اللبن بسبب الحمل فيكون هذا الزوج أباً للرضيع ويكونون أولاد الزوج من جميع الزوجات إخوةً لهذا الرضيع من المرضعة وغيرها وهذا ما يسمونه بلبن الفحل يعني لبن الزوج لأن هذا اللبن مشترك بين الأم التي در لها هذا اللبن وبين زوجها الذي بسببه وجد هذا اللبن إما بوطئه وإما بالحمل منه هذا ما يسمى لبن الفحل وهو عند الجمهور محرم فكل أولاد الزوج من هذه الزوجة المرضعة ومن زوجات أخر لو قدر هذا فإنهم يكونون إخوة لهذا الرضيع وأيضاً أخوات هذا الزوج يكون عمات لهذا الرضيع من الرضاع وإخوته يكونون أعماماً لهذا الرضيع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فإنه عمك من الرضاع أخوة بالقعيس لما توقفت عائشة في الإذن له قال إئذني له فإنه عمك من الرضاع تربت يداك فيكونون جميع محارم للزوج محارم للرضيع وتنتشر الحرمة عليهم هذه مسألة لبن الفحر No No فإن الله فإن كان كان له ضرتان يعني زوجتان فارضعت إحداهما طفلا وارضعت الأخرى طفلا آخر فإن هذين الطفلين يكونان أخوين من الرضاعة لأنهما يجتمعان في الأب فالأب واحد هو أبوهم من الرضاعة هذه من المسائل لبني الفحم معينة وإن أرضعت إحدى عورا بلبني جفلة ثلاث أرضعت ثم أرضعت الأخرى ربعتين صارت بين ثلاث دونهما لأنها أرضعت من لبني خمس أرضاعة لأنها ارتبعت من لبني خمس أرضاعة ففهموا ببارك ففهموا لبن ببني فصار أبن لها لما أرضعتها ربعتهم منهم في أحد الربعين وفي الآن من نساء اللبن الفحم لو كان له زوجتان واحدة أرضعت طفلا ثلاث رضعات والأخرى أرضعته رضعتين فمجموع الرضعات خمس فيكون الأب أبا له من الرضاع أما المرضعات فلا لأن كل واحدة لم ترضعه النصاب فالنصاب إنما اجتمع في حق الزوج فيكون أبا له من الرضاع أما بالنسبة للزوجتين فإن هذا الرضاع ناقص فلا تكون أما له من الرضاع فأي تصور أن يكون الرضاع محرما بالنسبة للزوج ولا يكون محرما بالنسبة للزوجة في هذه الصورة مثلا نعم وفي الآخر فاسر أبا لها لأنه رضاع من تفت فيه الغروة من تفت فيه الغروة كما في بحيبة الوجه الآخر أن حتى الأب لا يكون لأن النصاب لما نقص في حق الزوجات فإنه يكون ناقصا في حق الأب ولكن الوجه الأول هو الأقرب نعم ما ستلا ولو كانت طفلة زوجة الله اختسفة من كافها لأنها صارت في جهة الله لتوينها ترعت من نذنه أو سواعات لو كانت الطفلة التي رضعت زوجة الله لو تصورنا أنه عقد على الصغيرة ترضع لما نعمل العقد على الصغيرة وإن كانت ترضع تعقد عليها وهي ترضع فدبت ورضعت من زوجته أو أن زوجته أرادت إبعادها فأرضعتها خمس رضعات فإنها تحرم عليه لأن صارت بنته من الرضاعة فينفسخ العقد نعم وهذا من مسائل أيضا لبن فح نعم وعليه نصف أرادها يجب أن نعرفه على الجمال إذا كان دفع لها مهرا في هذا العقد فإنه يرجع بنصفه لأنها حصلت الفرقة قبل الدخول والله تعالى يقول فنصف ما فردتم وإذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفكر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لأن فريضة يعني الصداق فنصف ما فرضتم فهذه تنطبق على هذه الرضيعة التي انفسخ نكاحها من هذا الرجل بسبب رضاعتها من زوجته حصلت الفرقة قبل الدخول فيكون لها نصف المهر ويرجع بالنصف الآخر وهذا النصف الذي يرجع به تغربه المرضعات لأنه حصل حصلت عليه هذه الخسارة يعني النصف الثاني النصف الثاني الذي أخذته الرضيعة يرجع به على هؤلاء الزوجات لأنهن السبب في ذلك نعم ولن يتسف مكاةهما لأن دموما تمحك الدهوة وعلى ما في الآخر لا يتسف مكاة الصغيرة لما سرق من ذلك قبلها لأنه على القول بأن لبن الفحل لا يحرم فلا يحصل انفساخ لكن القول الذي مشى عليه الأكثر أنه ينفسخ لأنها أصبحت بنته من الضضاعة نعم مسألة لو نقص النصاب بالنسبة للزوج وتكامل بالنسبة للأم صار رضيع ابنا للأم دون الزوج مثلا لو أرضعت من لبنه ثلاث رضعات وأرضعت من لبن غيره رضعتين فإنه يكون ابنا لها بالنسبة لها لأن النصاب في حقها متكامل أما بالنسبة للزوج فلا ينتشر عليه التحريم لأن النصاب لم يتكامل في حقه فلو فرضنا لو فرضنا أنه أنها ذات لبن منه ثم طلقها ثم طلقها وخرجت من العدة وفيها اللبن تزوجها زوج آخر تزوجها زوج آخر ووطئها وثاب لبن آخر غير لبن الزوج الأول لسبب الوطء فأرضعت الطفلة رضعتين وكانت أرضعتها ثلاث رضعات من الأول فالنصاب في حقها تكامل نعم لأنها رضعتها خمسة رضعات وحرمت عنه الكبير الكبير وخورها المزوجته والصورة لأنها أبن في زوجته فهي رضعتها نعم وحرمت الطفلة على أطرق من الآخر لأنها أبن في زوجته نعم يعني ومما يترتب على هذه المسألة أن المرضعة أن المرضعة تحرم عليه على التابيت لأنها صارت أم بنته من الرضاع وتحرم عليه البنت على التابيت لأنها ربيبته لأنها ربيبته وكذلك الزوج الثاني تحرم عليه الأم لأنها لأن تحرم عليه البنت تحرم عليه البنت لأنها صارت بنت زوجته من الرضاعة فهي ربيبة نعم نعم وإن لم تدروا التفلة في المقاطلة تمنكسف نكاة المرضعة نعم لأنها إلا ما تسخ نكاة في المسألة قبلها لسبب العقل والعقل هنا غير موجود نعم لأنها صارت أم زوجته وهذا المعنى مفتوض فيما إلا أن تكون تفلة المقاطلة نعم نعم ولو تزوجت في المقاطة تفلا ورضعت 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 وحرمت عليه لأنه صارت من ذهب الرضاعة ومفسخ نكاة لذلك هذه عكس الأولى امرأة كبيرة عقد لها على رضيع طفل الرضيع يصح العقل ولو كان الزوج صغيرا ولو كان يرضع يصح أن يعقد له على امرأة فرضنا أن هذا الرضيع عقد له على امرأة وفيها لبن فارضعته بعد العقد انفسخ نكاح وآمنه لأنه صار ابنا لها من الرضاع والله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهاتكم التي أرضعنكم فهي أم له من الرضاعة حصلت الرضاعة بعد عقده عليها فحرمتها عليه نعم وحرمت على صاحب الدبل تحريبا موافجا لأنها صار في حلاء لأبناء نعم وحرمت على صاحب الدبل أعيد المسألة المؤفجا لأنها صار في حلاء وحرمت على صاحب اللبن اللبن هذا الذي فيها لزوج سابق لزوج سابق فتحرم البنت أيضا على صاحب اللبن نعم وحرمت المرضعة حرمت المرضعة أما قلنا إن المرضعة يمسخ نكاحها من الطفل الذي عقد عليها وأيضا تحرم المرضعة تحرم المرضعة على من له اللبن لأنها حليلة ابنه من الرضاعة حليلة ابنه من الرضاعة لما أرضعت هذا الطفل صار ابنا لها انفسخ نكاحها منه وصار ابنا لمن له اللبن وهو لبن الفح فينفسخ نكاحها أيضا أو لا يصح له أن يتزوجها لا يصح له أن يتزوجها بعد ذلك لأنها حليلة ابنه من الرضاعة نعم أصد ما يتزوج برابط كبيرة وأن يخبر بها نعم ولو تزوج برابط كبيرة ولم يتزوج بها وصغيرة أرضعت الكبيرة الصغيرة أرضعت الكبيرة عن التأبي لأنها صارت من أمهات النساء وثبت نكاح الصغيرة لأنها ربيضة إن لم يتزوجهمها فلا تحرم بقوله سبحانه أين لم تخبر ودخلكم بهم فلا جدا عليكم لو عقد على امرأتين امرأة كبيرة فيها لبن وامرأة صغيرة ترضع فالكبيرة ارضعت الصغيرة حرمت عليه حرمت عليه الكبيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أما لزوجته من الرضاعة ولم تحرم عليه الصغيرة يبقى نكاحه عليها لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فيبقى نكاحها صحيحا لقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وهو لم يدخل بالأم فلا تحرم الصغرى ولا ينفسخ نكاحها منه وإنما ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجته من الرضاعة نعم يعني الصغيرة نعم وهو مذهب الشابعي لأنه مصار كورا ودنفا وإستمع تأتيه نكاحه وجمع ودن ونفسخ نكاحهما فلنفتين وكما هو عقد عليهم بعد الضراء العقد وعقد يعني نظرا لأنه عقد عليهم جميعا وينفسخ في الثنتين هذا الرأي الثاني نعم ولنا أنه أنكن إزالة هذا دليل القول الأول لنا يعني استدلال القول الأول نعم أنه ينفسخ نكاح الكبرى بدون الصغيرة نعم ولنا أنه أنكن إزالة الجن من فساط نكاح كبيرة وبإعادة لأن نكاحها نحن محمن على التأديد فلم يetin نكاح لأن نكاحها نحن محمن على التأديد فلم يقتل نكاحه ومعه كما لم يقتل عهد على أخته وعاد نبيه لأن الجمعة الرأى على نكاح الأم والبنط لو تبعد عن المقرأة لأنه شوشناه ولأن الجمعة طار على نكاح الأم والبنط فقتصت الأم بفسق نكاحها كما لو أسلم ورفته أماته ودنتها طارق الأختين لأنه ليست إختارها بفسق أولا من الأطفال وطارق مالها اتدى العهد عليهم لأنه قوام أقوام هذا كل تأييد للرأي الأول أنه يبطل نكاح الكبرى دون الصغرى نعم مسألة وإن كانت صغيرتين فأربعة من الكبرى حرمة الكبرى لأنها صارت من أمهات النساء ومسأل نكاح الصغيرتين لأنهما صارت أكتين وقد اجتمعتها في نكاحة فانفسق نكاحهما كما يجمع هين أخطين في نكاحة النبيلتين لو كان لو كان هناك طفلتين رضيعتين طفلتان رضيعتان وله زوجة فيها لبن زوجته أرضعت زوجتيه الصغيرتين قبل الفطام كل واحدة خمس ربعات فإنه يبطل نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجتيه ويبطل نكاح الصغيرتين لأنهما صارت أختين ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين صارت أختين من الرضاعة الله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين ولا يجوز فينفسق نكاح الصغيرتين نعم وله نكاح من شاء وله نكاح من شاء من الصغيرتين بعد ذلك يعني بعد انتهاء بعد انتساخ العقد في حقهما له أن ينكح واحدة منهما بعقد جديد أما النكاح الأول فبطل لأنه جمع بين أختين الأول جمع بين أختين فلاه بعد ذلك أن ينكح واحدة منهما يعني يعقد عليها لزوال المحذور كما لو كان كما لو طلق امرأة جاز له أن يتزوج أختها بعد نهاية عدتها نعم ما هو بالطلاق هذا فانتساخ انتساخ نعم 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 لأن الكبيرة وما رضعت الأولاد انتساخ نكاحها بالجماع ثم أرضعت الكفة ولم تتتمع معها في النكاح فلن ينكسخ نكاؤها لأنه اختبعت دامعا انتسخ نكاح الجميع لأنهم اتتمعوا بالنكاح نعم مسألة ويوثانا الأقصار ثلاثا ايه بل بعد ايه لا فرضيات مسألة والآبعة تشتعون من المفردات واللي بعده مسألة ولا هو نكاح المشاء لهم واللي بعده مسألة وإن كان دخل بالكبراء هذه كلها فرضيات نحن نريد قواعد قواعد الباب أما المسائل الفرضيات فهذه أمرها سهل نعم إذا عرفنا أصل الرضاع وشروط تحريم الرضاع وعرفنا انتشار الحرمة على من يكون بالرضاع وأنه ينتشر على الأم ومحارمها وعلى الزوج ومحارمه وعلى الرضيع وفروعه هذه قواعد مهمة في الرضاع نعم أما المسائل الفردية هذه تأخذ الوقت و الدخول فيها يكون قليل الفائدة نعم شبه الباب اللي بعده نعم نكاح الكفار نكاح الكفار نكاح الكفار فيما بينهم نكاح صحيح لا نتعرض له لكن إذا أسلموا فإن كان هذا النكاح يقره الإسلام أبقيناهم على العقد الأول ولا نتعرض لعقود الكفار السابقة ما دام أنها لا تتعارض مع أحكام الإسلام ما نقول إنكم عاقدين وانتم في حال الكفر ما نتعرض لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعرض لأنكحة الكفار إذا أسلموا بل يقرهم عليها أما إذا أسلموا وعندهم نكاح لا يقره الإسلام فإنه لا يفرق بينهم مثل لو أسلم مجوسي وهم تزوجين أخته لأن المجوس تزوجون مع محارمهم تحرقيا يتزوج المجوسي أمه وأخته وبنته ما في عندهم مانع فلو أسلم مجوسي وهو متزوج لواحدة من محارمه فإن يجب التفريق بينهم لأن هذا لا يقره الإسلام ولو كان مذهبهم يقره في حال الكفر أما ما دام إنه ما يتعارض مع الإسلام فإننا لا نتعرض لكيفية العقل ونقول كيف تم العقل هل هناك ولي هل هناك شهود ما نتعرض لهذا الأمر لأن الناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لزوجاتهم وإنما يتعرض لما يتعارض مع الإسلام كما لو أسلموا تحتها أكثر من أربع فإن الإسلام يخيره في أربع ويترك البقية لأن هذا يتعارض مع الإسلام للزواج بأكثر من أربع الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم عنده ناس عندهم أكثر من أربع فالنبي صلى الله عليه وسلم قصرهم على أربع وخيرهم أن يختاروا مما عندهم أربع نسوة وأن يتركوا الباقيات الزائدات على أربع هذه هي القاعدة أن الكفار إذا أسلموا فإن كان نكاحهم لا يتعارض مع ديننا فإنهم يتركون عليه ولا يجدد العرض أما إن كان نكاحهم يتعارض مع ديننا كالزواج بأكثر من أربع أو كزواج المحارم فإنه لا مد من التفريق بينهم لأن الإسلام لا يقرها لا نعم نسألة لا يحن المسلمة نكاح كافر بكافر نعم كذلك من مسائل نكاح الكفار من مسائل نكاح الكفار أن المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر لا كتاب ولا غير كتاب لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فلا يجوز لمسلمة أن تتزوج بكافر ولو تزوجت فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما وهذا بإجماع المسلمين أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر هذا بإجماع المسلمين مع نص القرآن أما تزوج المسلم بالكافرة فإن كانت الكافرة غير كتابية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها وإن تزوج بها فنكاحه باطل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني النساء الكوافر هذا إذا كانت غير كتابية كالمجوسية والوثنية وسائر الكفرة أما الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون محصنة يعني عفيفة في عرضها لقوله تعالى لقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين فباح الله يمسلم نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط أن تكون محصنة أي عفيفة في عرضها نزيهة في عرضها عن الزنا فعرفنا من هذا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بنص القرآن وإجمع أهل العلم إلا من شد وأما الكافر غير الكتابية فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها بإجمع أهل العلم نعم لأن الله سبحانه الله نعم 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 لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافر بحال بحال من الأحوال سواء كان كتابيا أو غير كتابي نعم لأن الله سبحانه الله تعالى قال ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا تنكحوا تنكحوا أن الله سبحانه الله تعالى قال ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا ولا للمسلم أن يتزوج كافر سمعنا في بعض الجرائد أو في بعض الصحف إن إن واحد يستنكر يقول كيف كيف المسلمة ما يجوز لك تتزوج من الكافر أو سمعت إن بعض المنتسبين إلى الإسلام أفتى بأن يتزوج الكافر المسلمة وهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله إن صح هذا فهو ردة ممن قاله والعياذ بالله نعم ولا لمسلم نفاق كافرة نعم ولا لمسلم نفاق كافرة نعم بقوله سبحانه ولا تنفق المشركات حتى يؤمنوا إلا الحرة الكتابية بقوله سبحانه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين يؤوفوا في فاء المقرحة نعم فأباح الله زواج الكتابيات بشرط أن يكون محصنات وهذا لحكمة إلهية فإن الله سبحانه وتعالى ما أباح نكاح الكتابيات إلا لحكمة عظيمة لأن سلطان الزوج على المرأة قوي ربما تسلم ويؤثر عليها بخلاف بخلاف سلطان الكافر على المسلمة فإنه قد يؤثر على المسلمة وترتب عن دين الإسلام فالكتابية تحت المسلم فيه مصلحة لعلها تسلم أما العكس وهو المسلمة تحت الكافر فهذا لا يجوز لأن الكافر قد يؤثر عليها بالردة وترك الإسلام لأن سلطة الزوج عليها قوية نعم نسألك ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على مفاقه ما إذا أسلم هذه المسألة التي قلنا سابقا إذا أسلم الزوجان أسلم جميعا أسلم جميعا دخل في الإسلام جميعا فإننا نقرهما على نكاحهما ما لم يكن على خلاف شرعنا كنكاح الأخت والقريبة أو نكاح أكثر من أربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الكفار على عقودهم أما إذا أسلم أحدهما أردنا أن أسلم الزوج أولا وتحته كافرة غير كتابية أسلم الزوج وتحته كافرة غير كتابية فإنه ينفسخ نكاحها منه ينفسخ نكاحها منه في الحال بقوله تعالى وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَمَّا إِنْ كَانَ الْعَكْسِ أَسْلَمَتْ الزوجة والكافر لم يسلم زوجها لم يسلم فإننا ننتظر نهاية العدة فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم فإنها كبين منه وتنفسخ منه وليس له عليها سلطان نعيد المسألة مرة ثانية إذا أسلمت إذا أسلم الزوج قبل زوجته فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال لقوله تعالى وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فإن أسلمت بعد ذلك فلا هو أن يتزوجها بعقد جديد أما إن أسلمت إن أسلمت الزوج إن أسلمت الزوجة قبل زوجها فإننا ننتظر إلى تمام العدة إن كانت تحيض تمام ثلاثة حيض إن كانت آيسة وصغيرة تمام ثلاثة أشفر فإن أسلم زوجها في مدة العدة فهي في عصمة وإن تمت العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل للأزواج فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار نعم مسألة لو أسلم الزوج وهي كتابية لو أسلم الزوج وهي كتابية تبقى يبقى الزواج لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية ابتداء فالاستدامة من باب أولى نعم مسألة ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان شافران معا فهو على نتاحهما لأن المسلم أن يلتدي العقد على الكتابية حسب جامته أولا نعم ولكن لهذا بين القائلين بجواز نتاح الكتابية نعم وأما إذا أسلم معا فهو على نتاحهما إجماعا لتعرضوا عقد الضر نعم ولأنه لم يوجد من الوقت لا قدين فراروا رجالون أن أجل جاء مسلما على عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء الله أكبر مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي وردتها علي ويعتبر سرطرهما بالإسلام قالوا إنها أسلمت معي هذا دليل على أنهما إذا أسلم جميعا يقرران على نكاح هنا نعم ويعتبر سرطرهما بالإسلام دكعة واحدة لأن لا يشدد إسلام أحدهما إسلاما واحدة فيفسد نتاحه إذا أسلم معا ما هي كيفية إسلامهما معا أن ينطق بالشهادتين في آن واحد أن ينطق بالشهادتين في آن واحد فيكون بخولهما في الإسلام جميعا في آن واحد نعم ويحتمل أن يقف هذا المجلس ويحتمل وجها آخر في المذهب الإحتمال هذا للأصحاب ما هو من أصل كلام الإمام هنا الإحتمال والواجه هذا والتخريج هذا ليس من كلام الإمام وإنما هو للأصحاب ويحتمل أن يتوقف هذا على المجلس يعني لو أسلم الزوج في أول المجلس والزوجة في آخر المجلس فهو كما لو أسلم لو نطق بالشهادتين معا لأن المجلس واحد مثل الخيار بالبيع نعم يتوقف على المجلس نعم ويحتمل أن يقف على المجلس فالقبر فإن حكمة وحكمة آلة العقب لأنه يبعث اتفاقهما على النسخ المنطي في خلية الإسلام باستفاة دفعة واحدة لأن القول الأول وهو أن ينطق بالشهادتين دفعة واحدة قد يكونها لمتعذر فاعتبار المجلس يكون فيه فسحة نعم لبقاء الزوجية نعم مسألة وإن أسلم أكتاهما غير زوج كتابية حدونا وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابية مثل أن يسلم أحد الزوجين غير كتابيين كموطنيين أو المجوسيين أو كتاب المجوزة الموطنية أو المجوسية ما يستفقون به تمنى أن يسلم أحد الزوجين غير كتابيين كموطنيين أو المجوزيين أو كتاب المتجوزة الموطنية أو المجوزية قبل الدخول به فعدلت الفلقة بينهما ممكن إسلاما ويقوم فسخا ليس بضلاء لأنها فلقة باحتلاف دين فكانت فسخا كما لو أسلم الزوج ولأنه احتلاف دين يمنع الإقرار على النتاء فإذا مجد قبل الدخول فعدلت الفلقة كفدة أو كما لو أسلم الزوج ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إنساء الزوجة لقوله سبحانه ولا تمسكوا بعسم التواطر وإن كانت في المسلمة فلا يتوج بقاءها في نساء مشرك لقوله سبحانه لا هم حل لهم ولا هم حلون لهم فإذا إن كان قبل الدخول لو عقدا وأسلم أحدهما قبل الدخول حصلت الفرقاء سواء كان المسلم الزوج أو الزوج إذا حصل إسلام أحدهما قبل الدخول وجدت الهرقاء بدون تفصيل إنما الكلام إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول نعم مسألة وإن أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحالة كذلك يعني عقد على امرأة وهما مسلمان ثم ارتد بمعنى أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام القولية أو الفعلية أو الاعتقادية نواقض الإسلام معروفة قبل الدخول انفسخ النكاح لأنه ليس هناك عدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسؤنا فما لكم عليهن من عدة تعتدونا الطلاق قبلها والطلاق والفرقة قبل الدخول ليس لها عدة فيحصل الفرق في الحال فرقة بينهما نعم مسألة وإن أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحالة لقومة سكانة ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولقومة سكانة إذا كانت هي المرتدة ولا تمسكوا بعصم الكوافر فلا يمسكها إذا كانت هي المرتدة وإن كان هو المرتد فكذلك قوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم لا هم يحلون لهم نعم ولقومة سبحانة فلا ترفعهم إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن حل لهم نعم ولأن الطلاق الدين يمنع الإصابة فأرض أنفسخ النكاح كما ربسنا تحت كافر نعم وإن كانت المرتدة بعد الضخول فهن تحجل الفرقة أو تقف على اتضاء الحدة على هلوايتين إذا أهما تتحجل الفرقة لأن ما أوجب بسه النكاح استوى بيهما قبل الضخول وبعده قبل ضع فأني أقف على اتضاء الحدة فإن أسلم المرتدة قبل اتضاءها فهموا على المتاح وإن النسل حتى القبر تبيننا انكساء المتاح منذ ثلاث الدينان لأنه لغض لغض أقع به الفرقة فإذا أوجد بعض الضخول جاء أن يقش على اتضاء الحدة فالخلاق الضدعي نعم المهر يعني إذا إذا أسلم أو أسلم أحدهما فالمهر الذي حصل من الزوج لزوجته في حال الكفر لا نتعرض له وإن كان حراما ما دامت قبضته لو كان صداقها خمرا مثلا أو خنزيرا أو شيء من المحرمات فإننا لا نتعرض له ما دامت أنها قبضته أما إن كانت لم تقبضه فإنها تعطى مهر المثل ويلغى المهر المحرم يلغى المهر المحرم لأنها لم تقبضه فوجوده كعدمه ويكون لها مهر المثل نعم نعم وما سمى لها وظرراتها كرام خطبضت في كفرهما ولا شيء لها غيره وإن كان حراما نعم إن لم تقبضه الله وقراما فلا همهر مثلها مثلها فلا همهر مثلها أو نصه حيث وجد جانب نعم وجانب كان الكفار إذا أسلموا أو تحافلوا إلينا بعد الأقل بعد الأقل والأقل لم يحافظ لما فعلوا نعم وما قبضت من المهر فقد نحج وليس لها أيضا حلالة كرامة وقرمه سبحانة يا أيها الذين آمنوا ما قبض في حال الكفر ففيه تنفيرهم عن الإسلام تنفيرهم عن الإسلام يعني لو تعرضنا لأشياء سابقة تعرضنا لعقودهم تعرضنا للمهر الذي قبض حصل في هذا تنفير لهم عن الإسلام فمن يسر الإسلام السكوت عن هذا الشيء الذي مضى وانتهى وقبض ما نحرث عنه ونبحث عنه ليس هذا من شأننا نعم كل معاملات الكفار التي انتهت في حال الكفر لا نتعرض لها أما التي لم تنتهي فهذه تعرض على حكم الإسلام فما أقره فهو صحيح وما خالفه فإنه ينقض نعم وإن لم يتقابلوا وكان المسمى خلالا وجد ما سميه لأنه مسمى صحيح فهو فتسمية المسلم نعم وإن كان حرام في الحمر والخنزير بطن ولم نحكم به لأن ما سميه لا يجوز إيجاثه في الحكم ولا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ولا في نتاع مسلم ويجب محرم مثل إن كان بعد الدخون إن كان بعد الدخون ينسبه في وقعة الفقة قبل الدخون وقر معنا قوله حيث وجد ذلك لو فرضنا أن أن زوجيني أسلم ولم تقبض الزوجة الصداق وطالبت به عند المسلمين فإن القاضي ينظر إن كان هذا الصداق حلالا في الإسلام أقره وألزم الزوج بدفعه وإن كان هذا الصداق الذي لم يقبض حراما كالخمر والخنزير وغير ذلك من المحرمات فإن القاضي يبطل هذا الصداق ويسمي لها مهر المثل بدله نعم فاصل فإن أسلم للرب وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام لمن لا يحل له نكاح الإماء انفسق نفاعهم لأنه في هذه الحالة لا ينبك ابتداء نفاعهم لو كان مثلا أسلم كافر حر أسلم كافر حر وتحته أمة مملوكة متزوجها في الكفر متزوجها في حال الكفر نظرنا فإن كان من من يحل له نكاح الإماء لأن كان لا يستطيع دفع الصداق للحرة ويخاف على نفسه من الزنا فإنه يقر نكاحه لأن المسلم يجوز له نكاح الأمة بهذه الشرطين فكذلك الكافر إذا أسلم يقر على نكاحه للأمة لأنه عاجز عن مهر الحرة هو يخاف على نفسه من الزنا أما إن كان لا تنطبق عليه شروط نكاح الأمة وهو حر فإنه يفرق بينهما لأن هذا لا يطره الإسلام لا يجيز الإسلام للحر أن يتزوج مملوكة بغير الشرطين المذكورين في الآية عدم وجود مهر الحرة والخوف على نفسه من الزنا إن لم يتزوج بها نعم وإن كان في حال اتماعهم على الإسلام ممن يحل له الإماء فله الحياة منهم واحدة لأنه يملك ابتداء نكاحها يعني ما إذا أسلم وتحته زوجتان مملوكتان وهو ينطبق عليه شرط نكاح الإماء في الإسلام يقر أصلا نكاح لكن لا يبقى على زواج مملوكتين وإنما يتزوج مملوكتا واحدة لأنها يحصل بها المقصود الله إنما أباح نكاح الحر لأمة واحدة بالشرطين المذكورين فلا يتزوج أكثر من واحدة لأن أصل هذا ممنوع وإنما رخص فيه بقدر ما يدفع الضرورة والضرورة تندفع بواحدة دون التعدد نعم لأنه يملك ابتداء نكاحها فملكت فيارها الفرح نعم كاب الشروط في النكاح نسألة الشروط في النكاح عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح ما الفرق بينهما شروط النكاح هي الأمور التي تتوقف صحة النكاح عليها هذه شروط النكاح التي تتوقف صحة العقد عليها مثل الولي والشاهدين ورضا كل من الزوجين هذه تسمى شروط شروط النكاح لأنه لا يصح إلا بها أما الشروط في النكاح فمعناها الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر النكاح يصح بدونها لكن قد يكون لأحد الزوجين اشتراط على الآخر كأن تشترط عليها لا يسافر بها من بلدها أو تشترط عليها لا يتزوج يتزوج عليها أو هو يشترط عليها شروطا هذه تسمى الشروط في النكاح وهي الأمور التي يشترطها أحد الزوجين على صاحبه مما فيه مصلحة له مما فيه مصلحة له فهذه يصح العقد بدونها لكن هي تصحح من أجل مصلحة المشترط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم نعم مسألة نعم وإذا شرطت ما أفباها أو ولدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرها فلها ترطها نعم إذا شرطت في العقد فعلا يتزوج عليها فلها أن تشترط ذلك لأن في الزواج عليها ضرر عليها فإن تزوج بعد ذلك فالزواج صحيح زواجه بالثانية صحيح لكن هي يبقى لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تفسخ النكاح ما نقول أنه إذا شرطت عليه أنه ما يتزوج غيرها أنه ما يصح أنه يتزوج يصح لو يتزوج لكن هي لها الخيار لأنها فات عليها الشر فلها الخيار إيشة أتلبقى معه مع وجود الضرة وإن شاءت الفسخ دفعا للضرر عنها كذلك لو شرضت عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها فهذا شرط صحيح لأنه من مصلحتها فإذا خالفها وأراد سافر بها أو سافر بها أو أخرجها من دارها فلها الخيار إن شاءت رضيت بذلك وسافرت معه وخرجت من دارها إلى دار أخرى وإن شاءت فسخت العقد لأنه فات عليها مقصودها نعم وإن لم يكي به وإن لم يكي به فلا أفسك النكاح يعني لها الخيار نعم لأنه من قرر رسول الله بإن الله عليه وسلم إن حق الشروط أن تفوه به ما استحللتم به الفروج يكتفون عليه نعم ورحوا جماعة من الصحابة إن حق الشروط أن تفوه به ما استحللتم به الفروج فآكد الشروط هو شروط الشروط في النكاح الشروط الصحيحة في النكاح لأنه ترتب عليه استباحة الفرج فصار هو أعظم الشروط والله تعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظة ميثاقا غليظة وهو العقد بشروطها عليه فيجب الوفاء يجب عليه الوفاء بما شرط فإن خالف فلها الفسر نعم ورحوا جماعة من الصحابة ولا مخالف لها في عصره فتال إجماع إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره من الصحابة يقول فهذا له حكم الإجماع له حكم الإجماع يعني إجماع سكوتي نعم هذا من الأدلة المختلف فيها نعم وقال عليه السلام المسلمون على حروطهم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فأوجب الوفاء بالعقود إذا كانت عقودا صحيحة نعم مسألة وإن لم يكن لها بشرطها فلها الفسر لأنه شرط نازم في حق فيحفف فيحفف به حق الفسر بفواته في شرط الغر في بيئ نعم مسألة ونكاح المكعة فاطم وهو أن يتزودها إلى مدة كمارو الربيع النكاح الشرعي هو النكاح الذي يراد للاستدامة ما صلحت الأحوال النكاح الذي يراد للاستمرار والاستدامة ما صلحت الأحوال هذا هو النكاح للشرع أما نكاح المتعة فمعناه النكاح الموقت نكاح الموقت بشهر أو بسنة أو بأسبوع فإذا مضت المدة انتهى النكاح نكاح موقت هذا هو نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام كان نكاح المتعة جائزا في أول الإسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونهى عنه فاعتبر منسوخا في دين الإسلام وأجمع المسلمون على ذلك ولم يخالف فيه إلا الشيعة وخلاف الشيعة لا يعتبر لأنهم فرقة ظالة أو كافرة ولا يعتبر خلافها في الإسلام أهل السنة والجماعة قاطبة مجمعون على أن نكاح المتعة باطل لأنه نسخ والحكم إذا نسخ لا يجوز البقاء عليه وليس شرعا ولا دينا بعد النسخ هذا هو النكاح المتعة فلو عقد عقد متعة فهو عقد باطل بإجماع المسلمين عقد باطل نعم في حجة الوداع في حجة الوداع يعني في آخر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لأنه ما عاش بعد حجة الوداع إلا شهرين وزيادة أيام توفي عليه الصلاة والسلام فكان النهي عن المتعة آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم فكانت منسوخة نعم وفي لقاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرى نسعة النساء فراه ربو زاود نعم ولأنه لن تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلا فسائل أسحة باطلة نعم لا تتعلق به أحكام النكاح ليس فيه طلاق هل دليل على أن النكاح باطل بل إذا مضت المدة فانتهى بدون طلاق والنكاح الشرعي لا ينحل إلا بالطلاق النكاح الشرعي لا ينحل إلا بالطلاق النكاح الشرعي مستدام ومؤبد ولا ينحل إلا بالطلاق ونكاح المتعة ليس كذلك ينحل بالقضاء مدته بدون طلاق فهذا يدل على غطلانه نعم مسألات وهي شرط أن يقلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشته التأقيد نعم لو شرط في العقد قال بشرط أني أطلقه في شهر كذا وكذا نقول هذا نكاح باطل لأن الشرط هذا باطل لأن النكاح في الإسلام يراد استمراره وبقاءه فإذا شرطت أن تطلقها في وقت كذا فهذا مثل المتعة يصير نكاح مؤقت نعم ويتحرط أن يسح ويبطل الشرط لأن النكاح وقع مصنعا وشرط على نفسه شرطا ما يكثر فيه فأشته المال وشرطا ما يطعها المهم أن الشرط هذا باطل لكنه باطل يبطل العقد لأنه يشبه المتعة أو هو باطل في نفسه ولا يبطل العقد المهم أنه باطل على كل حال نعم مسألة ونكاح الشغار لا يسح نكاح الشغار لما فرغ يعني هو يريد يعدد الأنكحة الباطلة النكاح الباطل الأول المتعة ألا خلصنا منه النوع الثاني من الأنكحة الباطلة الشغار والشغار في اللوعه معناه الخلوب يقال شغر المكان إذا خلأ وظيفة شاغرة يعني خالية والشغار نكاح الشغار معناه أن تجعل المرأة مهرا للمرأة الأخرى بأن يقول أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك ولا مهر هذا شغار لأنه سمي شغارا لخلوه لخلوه من المهر ولأنه يحصل به ضرر على النساء تجعل المرأة مبتذلة كأنها شيء من المال يمتهنها وليها ويحصل بمقابلها على زوجة أخرى ولا يصير لها كرامة ولا اختيار ولا رضا سيطر عليها يخضعها لمصلحته هو أبطله الله عز وجل فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين إذا كان بهذه الصفة مره بدل مرأة ولا مهر بينهما هل باطل لإجماع المسلمين وسمي شغارا لخلوه من المهر ولخلوه أيضا من حظ المرأة ورضاها وإنما الغبط فيه للولي فقط فهو باطل أما إذا حصل البدل بين المرأتين وهناك مهر لكل واحدة منهما مهر كامل هذا محل خلاف بين العلماء من العلماء من عده من الشغار وأبطله ومنهم من عده صحيحا لوجود المهر لوجود المهر وهذا هو المذهب المذهب أنه إذا وجد مهر فإن النكاح صحيح ولو كان فيه بدل لأن هذا يعطي للمرأة حقها في المهر ويعطيها أيضا حق الاختيار فلا غضاوة عليها في ذلك هذا هو المذهب والقول الثاني أنه شغار أيضا ولو كان فيه مار نعم نعيد الشغار إن شاء الله في الجلسة القادمة لأنه مهم جدا ويكثر وقوعه نعم الله نعم صغيرة الشيخ هذا ليس رحما الرضاع ليس رحما وليس هو من القرابة وليس بلازم أنها تكشف عليه وتسلم عليه ما دام أن الحياة يمنعها فلا مانع أنها تم تنع إن زال الحياة فيما بعد تسلم عليه وما زال فإنه ليس بلازم أنه تسلم عليه وليس بلازم أنه يسلم عليها وليس في ذلك قطيعة رحم لأن هذه ما هي بقرابة وإنما هذا شيء مباح مباح اللهم يسلم عليها وتسلم عليه وأنها لا تحتجب منه فإذا كان إنها غلب عليها الحياة فلا تجبر على أنها تسلم عليه ويسلم عليها ويقع إن هذا شيء ما هو بلازم نعم نعم إذا انفسخ عقد الزواج فلنشترق العدة من حق مرة تنفقى ونشترق ما في شك إذا حصل دخول إذا انفسخ عقد الزواج بعد الدخول فلا بد من العدة لأجل ضراءة الرحم ولعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتهم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه فدل على أن من حصل لها مسيس ودخول أنه عليها العدة نعم فضيلة الشيخ إذا بطل الزواج أن يشترق العدة في العقد الجديد وما هو القرأ بين الله إذا كان دخل بها بموجب العقد الباطل دخل بها فلا بد من العدة لأجل براءة العلم ببراءة الرحم ولو كان العقد باطلاً إذا دخل بها فلا بد من العدة من أجل العلم ببراءة الرحم لأن لا يكون وطئها وحملت منه فيحصل بذلك اختلاط الأنساء نعم أما إذا كان لم يدخل بها فهذا ليس عليها عدة نعم حتى لو كان صحيح ما عليها عدة فكيف إذا كان باطلاً لأن وجودك عدم نعم رؤية الشيخ لم تزوى جرابهم من بعض المطلقة وكان لها لبن من زوجي سابق ما استمرنا هذا اللبن ابتداد الزواج فمن فمن من من يحكم هذا اللبن ولمن خضع كثن منها فمن يكون أعوهم من خضاع هذا اللبن للزوج الأول بلا إشكال لكن هل هل يكون أيضاً للزوج الثاني فيه تأثير بموجب الوط هذا محل نظر أما الزوج الأول فاللبن له بلا إشكال وإذا كان وطء الزوج الثاني سبب زيادة اللبن زيادة اللبن فهذا أيضاً لا إشكال إنه يحصل له فيه اشتراك وهو حرمية أما إذا كان لم يزد اللبن عن ما كان عليه بعد الزوج الأول هذا محل نظر وإشكال والعصل أنه لا تأثير له العصل أنه لا تأثير له نعم فضيلة الشيخ الكتابية للزوجة يمنعها من هذه المنكرات يمنعها فإن أبت إنه يطلق لأنها لا تصلح زوجة الله ويترتكب هذه المحرمات نعم فهذا من باب إنكار المنكر نعم فضيلة الشيخ وزوجها وزوجها أبي العاص لما تأخر إسلامه ثم أسلم وردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه قضية مشكلة عند أهل العلم قضية مشكلة عند أهل العلم فمن العلماء من يقول إذا انتهت العدة صار الخيار لها هي إن شاءت أن ترجع إليه ترجع وإن شاءت أن تنفسخ منه فلها ذلك بعد تمام العدة أما قبل تمام العدة فليس لها الخيار هي زوجته قبل تمام العدة إذا أسلم قبل تمام العدة فهي زوجته وليس لها خيار أما بعد تمام العدة فلها الخيار بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص ابن الربيع لما أسلم فهذا من باب أن لها الخيار إذا رغبت فيه ترجع إليه ففيه فرق فيما إذا أسلم قبل العدة وأسلم بعد العدة قبل العدة تلزم بالرجوع إليه لأنها زوجته وبعد العدة إذا أسلم قالوا يكون لها الخيار ولكن الجمهور على أنها بمجرد انتهاء العدة ينفسخ نكاح وآمنه وقضية زينب هذه قضية خاصة قضية خاصة ومشكلة عند آهل العلم نعم ابن القيم له كلام طويل في زاد المعاد لو راجعتموه وتعرض لي قضية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبو العاص نعم قضية الشيخ ما حدث زواج المسياء وما انتشر في الآوية الأخيرة هذا زواج ما تطمئن إليه النفس لا تطمئن إليه النفس لأنه ما يدرى وش وراءه وماذا سيترتب عليه في المستقبل وما هي الدوافع له ونخشى أن يكون بداية لما لا تحمد عقباه الواجب تجنب هذا الشيء نعم سيترتب عليه مشاكل في المستقبل والله أعلم مشاكل كثيرة في العوائل وفي بين بين الزوجين وهي تقول لنا شارقة عليك وهي يقول أنت زوجتي تروحين معي وهي تقول لنا شارقة عليك أني أبقى وأعمل في وظيفتي وأعمل في كذا يحصل مشاكل ونزاعات أنا أظن أن المحاكم ستمتلي بمشاكل زواج المسياء عما قريب فالواجب ترك هذا الشيء نعم ما أدري عن صحته ما أدري أنا متوقف فيه نعم 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 إذا حصل تلفظ عند العقد والتزم الزوج بهذا ولو لم يكتب إنه يلزم يلزم العمل بهذا الشرط إذا طلبت ذلك لأنه حق لها شرطته عليه فيلزم الزوج به الخضوع لهذا الشرط أما لو سمحت عنه وتنازلت عنه فهو أحسن لكن إذا لم تتنازل وطالبت به النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم ولو لم يكتب في العقد نعم مجرد الكلام منها والالتزام من الزوج يكفي وشهادة الشهود الحاضرين عليه تكفي نعم رضيناك الشيء على ساقنا الحاب مسافر من الخارج في المثل سنة وأقشى على نفس العالم هل يزواجهم الكتابية محاولا تحديد وقت القرار السواج من الكتابية عرفنا أنه جائز بالكتاب وإجمع أهل العلم لكن بشرطا تكون الكتابية محصنة يعني عفيفة عن الزنا في عرضها وفي أولادها فيجوز له أن يتزوج سواء كان طالبا يدرس هناك أو أو غير طالب هذا هو الأصل نعم بنية الطلاق بنية الطلاق هذا محل إشكال للزواج بنية الطلاق العقد ظاهر صحيح لأنه متكامل الشروط وأما كونه يضمر في قلبه شيء فالنيات لا يعلمها إلا الله لكن ظاهر العقد الصحة لتكامل شروطه أما كونه يضمر في قلبه شيئا فالنيات لا يعلمها إلا الله ولا يجوز للإنسان أنه ينوي نية تخالف العقد ونية تضرر بالزوجة لأن هذه خيانة تزوجته على أنه زوج مستمر وعلى أنه سيقوم بكفايتها وفي إعثافها هذا الذي بنت عليه وبنى عليه وليها والشهود شهدوا على هذا فكونه يضمر في قلبه خلاف هذا هذه نية باطلة ونية فيها خيانة للزوجة ولوليها وتغرير بالشهود أيضا الواجب تجنب هذا الشيء نعم لا يمنعها من الشرك إذا كانت تعتقد عيسى أنه ابن الله تصرح بهذا أنه ابن الله وثالث ثلاثة يمنعها من هذا لأن هذا الشرك منكر نعم يمنعها من تعليق الصليب تظاهر بدين النصارى في بيته يمنعها من هذا الشيء وما تزوجها على شرط أنها تخضع لحكم الإسلام تترك هذه الأشياء نعم نعم ترجمة نانسي قنقر